السيطرة نوع من أنواع البخل السيطرة السيطرة نوع من أنواع البخل أنا مش عايز أي حالة أنا فكرة هي كلمة عجباني يعني أنا أول مرة أسمعها بشكل مختلف حقيقي يعني دايما السيطرة إحنا كستات بنشتكي من سيطرة الراجل اللي هو ما تلبسيش ما تروحيش ما تكلميش لا ما فيش جيم لا ما فيش صحاب لا ما عنديش خروج مع أصحابك يعني دايما السيطرة بنحسها من الراجل يعني دايما مسيطر على الست اللي بيحبها إحنا بنحبها في الأول أيوة 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 يعني بنحبها في الأول في أول حلوة البدايات أول الجواز لكن بعد شواء بعد كم سنة بنتخنق بس ماشي مجبرين نكمل يعني أو نكمل السيطرة لكن السيطرة نوع من أنواع البخل دي جديدة يعني عجباني إشرحها لي أكتر هل تعلمي أن البخيل شرط في تركيبه العقلي إنه يبقى شكاك البخيل يبقى شكاك يبقى خلينا مع بعض مخيطر يبقى بخيل ولما البخيل يبقى شكاك البخيل عشان يحرص اللي حوشه لازم ما يأمنش للناس يبقى شكاك في الكل ولذلك هو بيرى البخيل بقى نفسره بالراحة سيكولوجياً هو يرى أنه شركة حياته بتاخد من تعبه تعبي دي يخصني البخيل أناني بشكل مرعب وعشان اللي تعب فيه ما يتخدش منه لازم يبقى في حالة من التحكم محدش يخرج بره إيدي وبناءً عليه محدش يخرج بره إيدي زي ما بصرف وبختار أني أصرف بمزاجي أو أطلع بمزاجي بعد مريء الناس ينشف اللي هم شركة حياتي اللي هم عيالي اللي هم حتى ناس بتشتغل عندي هنا أنا بقى هايمن لأقصى مدى وطول الوقت أنا متابعهم وملاحظهم وطول الوقت أنا مش سايب حد يخرج بره إيدي الكل أنا مسيطر عليه تفتكري هل ده عنده القدرة أن يقول كلمة طيبة الصفة الجامعة للرجل والجامعة للأنثة أو للمرأة عشان يطمئنه البعض الكرم الصفة اللي بيختار عليها شركة الحياة هي الكرم الكرم يعني عشان هو عنده مشكلة في الحتة دي يعني عشان أنا هو حاس أنه بخيل فأنا أختار شركة حياة كريمة غنية معاها فلوس طبعاً فهل ده يخليه عندي أمان اللي هو عارف أنت إيه بحط سد كده إيه سد منيع كده اللي هو ديفنس اللي هو أنا مش هطلع كتير فيه عندها فده التوليفة اللي ممكن تمشي مع بعض؟ أيها هو بيفكر لا أه هو بيفكر طول الوقت في استغلال شريكة الحياة أو شريك الحياة أخلي بالي من حاجة أنه فيه ناس بتبتدي حياتها في حالة من العطاء والمحبة ويبتدي هو كرجل أو كمرأة يتراجع عن اللي بيديه يتراجع يتراجع لأنه التاني بيخذله في كل المواقف اللي كانت بينه صح فهنا ده مش بخل ده اكتساب للبعد بعد مواقف من الخزلان كتير لأنه بس الناس ما يتدخلش عليها الأمر إنما البخيل هو من الأول حريص على أن لا ينفق حريص على أنه ما يطلعش الكلمة بسهولة هو شايف أن كل ده نوع من الدلع ونوع من التدليل والإفساد للآخرين